معنا النهاردة محمد فكري هو product designer دعال له فترة وعنده خبرة كتيرة في السوق فنجد خليلين تعرف عليه الأول ستنخشف موضوع على طول تفضل محمد انا اسم محمد فكري باشتغل في product design بقالي تقريباً 6 سنين مش ميني product design لأنو الموضوع grading شوية بدأت اشتغل في UI بعدين بدأت اعرف ان في حاجة اسمها UX يعني بدأت اتعلم شوية UX بحاول افهم ازاي ت implement deth في ال design process بتاعتك بعدين عرفت ان فيه حاجة اسمه product design وهي اللي بتمرج شوية الUI والUX مع الbusiness needs او الbusiness decisions اللي بتتاخد بت امباور شوية ديزاينر ان هو يقدر يعمل decisions اكبر من الديزاين او خارج حلول الديزاين فهو ده كان interesting جدا بالنسبالي فبدأت فيه بالزبط من سنة ونص واشتغلت مع كذا كذا startup كبيرة في مصر وبرا مصر وبس يعني الغايد دلوقتي بعمل ده product design جميل جدا يعني انت ابتديت الاول في الUI بعد كده لقيت ان انت لازم تعرف UX عشان تعرف تزبط الديزاين او الUI مش لازم يعني فيه شركات كتير وفيه approaches كتير بتشتغل انه يبقى فيه UI designer و UX designer اكشلي بيبقى فيه شركات تانية فيه UX researcher و UX architect ومش عارف ايه فيه فيه حاجات كتير بس انا قررت ان انا حابب اتعلم UX حابب بيكون عندي ownership اكبر للحاجة اللي انا بعملها جميل كنت حابب اعرف اكتر ازاي الحاجات بتشتغل ازاي خالي الحاجات بتشتغل اكتر من اني خلي شكلها جميل او شكلها acceptable او شكلها trendy فده اللي خليني اتعلم UX حلو جدا اظن ده برضو هيفيدك اكتر لو مثلا جالك project freelance فانت تعرف تريد كله من اول الاخره فالموضوع ده هيفيدك اكتر مضبوط طيب خلينا نتكلم عن product design او جالك مثلا project او تعرفتنا البروزيس بديمشي ازاي في اي project يعني اوكي هو بيبقى في اختلافات دايما من project ل project يعني لو في حد حد يقرى شوية في product design هيلاقي انه في بروزيس مختلفة لكل حد يعني ديل نورمن مثلا عمل بروزيس معينة في ناس ثاني اختراعات بروزيس معينة ممكن استخدم sprint design sprint فكل بروزيس مختلفة عن التانية بس انا مش شايف انه في حاجة اسمها the process يعني هو مفيش حاجة كده لازم تمشي على كل حاجة لانه كل كيس بيبقى ليها عوامل مختلفة تماما فيعني لما يكون جاي مثلا client عايز يعمل redesign لحاجة هو already عنده وشغالة وفي numbers عليها كمان بالنسبة لي انا اهم سؤال انت ليه قصلا عايزة عمل redesign بالضبط لانه ساعات بيبقى شايف انه لازم نعمل redesign عشان ما عملاش redesign بقنا سنتين فده مش منطقي لانه انت المفهول انك بتدمي البراند مع اليوزر ده بتعوده على patterns اللي عندك في الاب او الويب سايت بتاعك فمش منطقي انك تيجي بعد فترة تعدل او تغير كل حاجة unless ان في مشكلة يعني هو لو already نجح فمش لازم يتعمل already نجح بالضبط يعني انا فاكر من سنة ونص تقريبا او من سنتين كان جايلي client كبير يعني كان عايز يعمل redesign الليوب سايت بتاعه كامل بس ده ما كانش ما كانش نيدة خالص يعني كان هي invest وقت وفلوس كتيرة جدا في الموضوع والموضوع كان ريزكي شوية لانه it's already up and running فا why would you do that فاكتشفنا انه مشكلة كلها بس في conversion rate معين بيحصل في صفحة واحدة فورم معينة لعملناها redesign هتعالي الconversion جدا واكشلي عملت جدا وجربناها عالت الconversion تقريبا 35% فاده حل المشكلة ما كانش محتاج انه يعمل الموضوع كله من البداية في كيس تانية بقى ان حد جاي عايز يبدأ project من البداية الموضوع بيقى صعب شوية خصوصا انه الUX عموما ما بقاش مش شائع قوي زي programming زي coding زي الحاجات دي كلها لانه لسه term جديد شوية عن الماركت المصري بالزيت فهو مش فاهمين بالزبط يعني EUX فهو بيبقى راسم في دماغه الwireframes كده بتاعت الweb site اللي هو عايز يعمله بيجي يقولك الweb site ده عمد ازاي طبعا ده نوع معين من ال clients مش كل الناس فده بيواجهني معا مشكلة انه محتاج افهمه ان الموضوع بيمشي في process معينة عشان نفهم process دي عشانك مش عشاني عشان نفهم في البداية نvalidate ال site map هتبقى عاملة ازاي مثلا ايه بيودي فين انت عايز اصل الناس تخش علي ايه الاول بعد كده نعمل low fidelity wireframes اللي هي مجرد رسومات كده كروكي جدا بسيطة ما بتاخدش مني وقت اطلاقها ممكن sketch مثلا ورقة وقلم بصده بممكن ارسمها بورقة وقلم وبوريها له وبيvalidate عليها فايدة الموضوع ده بتاع low fidelity انه مش هينفست وقت كتير وهو مش هينفست وقت كتير ومفيش فلوس انفست في الموضوع اساسا لانه انا وانس انا عرفت ان انا عايز اعمل واحد اين ثلاثة اعمله sketching let's say في يوم او اعمل review في نفس اليوم فلو في مشاكل عندي في اللي اوت او في حاجة معينة ممكن discuss عليها هنصلح قبل ما نخش في ال ui علشان ما خشش في ال ui وخلص شغل مثلا اسبوعين ثلاثة بعدين يقول لا ما كناش اصلا عايزين نعمل كده لانه واحد اين ثلاثة هذه خطوة مهمة في الاول لازم تعملها ايه مزبوط يعني بتوضح بتوضح ال layout بتوضح ال structure بتاع ال data عموما في ال website بس ده بيجي بعد حاجة اسمها IA اللي هي information architecture ال information architecture مرفوض ان هي اول مرحلة في ال interaction design هي ببساطة بتوضح كل حاجة موجودة في ال product ايه ان كان mobile app website whatever digital product is بتوضح كل حاجة فيه into diagram كده دي يوضحلك بسلا في ال home بقدر اروح لواح اتنين ثلاثة وثلاثة ده بقدر اروح منه لواح اتنين ثلاثة واثنين ده بقدر اروح منه لواح اتنين ثلاثة فبقدر تفاليديد ده مع ال client بشكل سريع كده في البداية بس بتفاليديد على structure مش على data structure مش على layout مش على design مش على colors مش على font مش كلام ده كله فدي مرحلة مهمة انها تجد فاليديد في البداية بعدين wireframe تجد فاليديد بعدين UI وال interactions في الاخر خالص انا شايف من اهم الكيز انك تبقى ناجح كفريلانسر هي ال validation لانه ال validation بتخلي liability على الرجل على client مش عليك انت وانس انك خلاص ال IA وانت تعمل reviews معاه وتعديلات وفي الاخر خالص هو validated قالك تمام خلاص الجزء ده انت بتعتبره خلص من project اساسه خش على بعضه validated تمام خلص من project اساسه فمش هتلاقي فيه flaws في النص كده وفي الاخر لانه ساعت في الاخر بيلاقي ان ال customer بيحط يعني بيحط comments بشكل عشوائي يعني احنا اصلا مش عايزين دي تكون موجودة في ال website كله مش عايز ال color ده يكون مش عارف ايه طب انت تبقاش عارف تلم الموضوع يعني مش عارف ايه تفكس ايه ولا ايه ولا ايه ولا ازاي فال validations وانك تقسم كل حاجة في step ده بيفيدك وبيفيد ال client يعني بيوفر وقت كتير اكيد بالزبط وقت وinvestment كبير طيب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل اشتركوا في القناة طيب رجعنا لكم تاني من الفاصل هنكمل موضوع مع فكري اه هو كلمنا عن ال wireframe او low fidelity wireframe فعايزين نعرف امتا تستخدم low fidelity ولو فيه انواع تاني من ال wireframe بتستخدمها بتفرم من client to client ممكن برضو تكلمنا ومزيتها واعيوبها طيب بالنسبالي اللي انك تستخدم low fidelity او high fidelity بمتوقف عن نقطتين ده for my personal process الحاجة الاولى ال time frame اللي عندي عندي وقت معين اعمل فيه ده ولا لا الحاجة التانية how complex am i building يعني لو انا مثلا بعمل dashboard فيها tables فيها مش عارف chords كده بسيطة كده وبتاع مفيش اي details معقدة في الموضوع مش محتاج اعمل high fidelity يعني low fidelity هيوضح كل حاجة وانما لو بعمل حاجة معينة مثلا based على ال interaction اصلا بيحصل او animation معينة بتحصل فلو انا بستخدم ال interaction او animation as ux key في الحتة دي ساعتها ببقى ضروري ان انا اعمل high fidelity عشان اوضح الفكرة بتاعتي بشكل اوضح بس بتهالي ال high fidelity ممكن يسهل عليك بعدين ال process انت بتعمل حاجة اصلا قرب ما يكون ال ui نهائي انت ممكن تغير في الاخر شوية الوان او شوية مثلا fontes انت كده اختلعت ui او ده حقيقي بس عدة بيكون خطر لانه برضو بيودينا لنفس المشكلة ان ال client او انو بيشوف ال high fidelity wire frame بيبدأ يجج ال ui although it shouldn't be ui it's just wire frame كده حاجة بتوريك كل حاجة محطوطة فين و محطوطة ازاي خلاص جميل طيب كده خلاصنا طريبا ال wire frame خلينا اسألك على سؤال ان اللي بيجي الاول ux research وكده ولا wire framing ولا ايه اللي بيجي في الاول خالص بعد كده ببتدي نكمل عليه طيب هو عموما ال research و ال wire frame هو جزء ال ux process هو في ux و في ui ux بيكون في research بعدين define بعدين بتبدأ تbuild ال research بتحاول تفهم ال project ده ايه اساسا من الناس التانية اللي بتعمل نفس functions اللي انا بعملها في ال product اللي انا بعمله ده المشاكل اللي عنده user base اللي عنده طبعا لو عندي access ل data حقيقية ده يكون احسن بكتير لو عنديش بعمل assumptions بما ان الناس دي عندهم واحد اين ثلاثة فتقريبا احنا يكون عندنا واحد اين ثلاثة وببدأ ابني ال product كله على الاساس ده بس طبعا assumptions تبقاش احسن حاجة يعني لو موجود real data لو تقدر تقابل users حقيين لو تقدر تقابل stakeholders عموما يكون الالطف بكتير يعني فيه مثلا اوقات بتحتاج منك لانت تعمل مثلا survey مع ناس او users حقيين ممكن تنزل تقابل الناس في الشارع تسألهم عن product معين اكيد اكيد ولو قدرت فعلا تدفين ال segment معينة اللي انت عايز تلم منها data ده بيكون طبعا احسن كتير كلما كانت ال data accurate كلما كان الموضوع اسهل انك تبلد بعد كده وهيطلع high quality يعني جميل طيب بيجي بعد كده بيجي بعد كده لما تخلص الجزء ال research في البداية وال defining بتاع ال personas والحاجات دي كلها الجزء بتاع ال interaction design فيه مشكلة عند الناس اللي بتبقى فاكرة ال interaction design هو ال animations وده مش حقيقه هو ال interaction design بيبدأ من ال IA انا اكلمت عنها من شوية ال information architecture بعد كده ال wire frame بعد كده ال UI بعد كده ال animations دي كلها كده phase اسمها interaction design لانه بايزكلي انت في الفيز دي كلها بتديزاين الحاجات اللي اليوزر بيانتراكت معها بشكل اساسي يعني اليوزر مش بيانتراكت مع ال research بتاعك مش بيانتراكت مع ال personas اللي انت عملتها بس بيانتراكت مع البداية من ال IA لانه بيبقى يعني مهم ان انت عارف لما يخش على home هيروح على contact us على طول ولا انا مش عايزينه يكلمنا اساسا فهنخبيها في حتة تانية ولا مش عارف ايه فده كله اسمه interaction لانه اليوزر بيانتراكت مع ال product بتاعك نفس الكلام في ال wireframe انت عايز تحط ال numbers مثلا في ال home page ولا لا عايز تحط الصور بتاع الكلاينز بتاعك في ال home page ولا لا اليوزر هي انتراكت معاهم لغاية ال UI في ال UI مثلا انت بتعمل ال screens بتاعتك او ال website pages بتاعتك ال colors انت بتتختارها هتكون مناسبة لليوزر ولا لا هتكون مناسبة للكاتيجري اللي انت بتبالد فيها ولا لا يعني مثلا لدي زي بنعمل حاجة لمستشفى فالمستشفى غالبا بتكون الوان هادية جدا بتادي confident كده للناس اللي هو ازرق اخضر فاتح pink الحاجات دي هنفعش عمل purple كده high saturated اول ما تخش تلاقي صورة بانر ودكتور واقف وكتب مش عارف كلام روش كده لانه لانه doesn't make sense فبرده ده جوزة من ال interaction بين اليوزر وال product اللي انت بتعمل بعد كده في الاخر خالص بقى ممكن تستخدم ال animations او تستخدم ال animations في ال wireframes لو انت بتعمل يعني بتعمل task معين جوال product based على ال animation يعني مثلا انك بتسوايب من حتة لحتة بتخلص حاجة او بتعمل task معينة فدي لازم توضحها لل customer في البداية فبتعملها في ال wireframe وانما لو حاجات بس for like cleaning up UI يعني فدي ممكن تبقى في الاخر لو مش مش بتprovide actual value just look of it يعني جميل دي دي بتكون النهية وبعد كده بقى بتخش المرحلة للناس بتشوف انها سهلة بس انها مش سهلة اطلاقهم وهي delivery لل developers او delivery لل developers احنا عندنا ويب واندرويد وiOS دولئي كل حاجة منهم ليها matrix مختلفة ليها اسس مختلفة ال developer بيشتغل معيها على ال design فلتسي على ال web مثلا عندنا ال grades ال grades بتساعدنا ان احنا نعمل components بتاعتنا كلها بشكل responsive فبتسهل الدنيا شوية لل developer ان هو يبقى عارف ال div دي او ال component ده هي اكت ازاي على ال six columns مثلا فلما يبقى screen اكبر او اصغر شوية هيريكت ازاي للتغيير اللي بيحصل ده عندنا في ال ios وفي ال android ممكن استخدم ADP عبارة عن layout معين كده بيزي على ADP بس يعني مش كل الناس بتستخدمه بس برضه بيوضح شوية بيخلي الموضوع consistent شوية غير كده بقى يعني highly advise ان الناس تقرى ال human guidelines بتاعت ابل و material 2 بتاعت جوجل هما مشاه الله يعني عمليين شغل جامد جدا في الحكتين دول وعموما يعني if you can use native pattern لو تقدر استخدم حاجه already apple او جوجل الدي استخدمها استخدمها يعني مش لازم reinvent the wheel طيب فلو انت مثلا بتعمل settings page مش ضروري انك تعمل icon كده وتعمل great view وتعمل interactions وبتاع مش عارف ايه لانه ابل وردي عاملة sell كده sell view لحاجه زي كده الموضوع يكون بسيط و هيسهل عليك انت هيقلل من وقتك هيقلل من وقت ال developer وحتى اليوزر هو بيشوف pattern هو متعود عليها از انه هو iPhone user فدايما كل ما يخش على ابل معين من ابل او حاجه زي facebook او اي ام كان بيكون نفس ال pattern اللي انت مستخدمها او هو مستخدمها فهيكون سهل انه هو recognize it او سهل انه هو يشتغل معاها عموما يعني طيب خلينا نقول ايه الطول مثلا اللي بتربط شغلك او بتوصل بها شغلك منك لل developers الحاجات ال common ما بينكو بحيث اللي هتوصلوا بال assets اللي هم محتاجها او بال forms اللي هم محتاجها ايه طيب هوا في البداية design في كذا طول وكلهم ما بتفرقش خالص اي ان كان الطول انت بتستخدمها هي بتطلع نفس ال output في sketch وفي اكس دي وفي figma يعني دول اللي مستخدم دلوقتي فيه ناس بتستخدم photoshop بس يعني الموضوع هسل ضغم هاي بقى اصعب عليه واصعب اللي هو يدليفر الحاجات دي لل developers ده حقيقي يعني هو مش مهيق خالص لحاجة زي كده بس اي ان كانت تستخدم اي ان كان الطول من دول ام اكشلي فيه ناس بتستخدم photoshop لغاية دلوقتي بشكل كويس بس اللي هو بيعمل حاجة معينة فيري هاي فداليتي فمحتاج ان هو ييمانيبوليات بيكسل ويعمل حاجات معينة كده اللي هو بيعمل ارتورك جوه الويب سايت مثلا بس ده ده كيس تانية خالص انا عموما بستخدم sketch في كل حاجة في الويب وفي الموبايل ديزاين بعد كده عندنا التولز بقى اللي بندليفر بيها اللي هي زي zeppelin او simply انا بستخدم zeppelin و simply يعني فيه ديفاليبرز بيحبوا ده وفيه ديفاليبرز تانيين بيحبوا ده ولكن simply يمكن قلطف شوية للموبايل ديفاليبرز لانه عاملين بلاجين نطيفة كده بيحطوها في اكس كود للا ايو اس او اندرويد ستوديو بيبول كل حاجة منها بيطارش نوع يخرج من السوفتوير بيتايع طيب يعني انت بتسأل الديفاليبر هوا بيعرف تتعامل مع ايه اكتر ولا بتقوله لأ انا بتعمل على ده وهو ده اللي انا هتدليفر عليه لا اصابه في الاول في الاخر انتو الاثنين responsible انك تدليفر الاب او الويبسايت فهو مش عندي يعني انت عايز تستخدم ده وانا عايز تستخدم ده فايما اقنعك ايما تقنعني بس مفيش حاجة اللي اسمها انا بستخدم ده ومش عارف ايه بتاع وفي الاول في الاخر كل الحاجات بتدليفر نفس الحاجة ان زمان لما كنا بنستخدم فوتوشوب كنا برضو بنقطع الحاجات كده وبيخطوها ومش عارف ايه بتاع دنيا شغالة فدلوقتي احنا عندنا طولز كتيرة جدا تزاهل حياتنا اكيد الدنيا تبقى شغالة برضو بس بشكل اسهل وكوميكوميكوميشن بقى الطف بيني وبين الديفاليبر ايه طيب هنرجع نطلع فاصل سريع ونرجع نسأل فكري على التابس و تريكس اللي بيستخدمها في اي بروجيكت فريلانس بيجيله موسيقى رجع نالكو تاني مع فكري هيكلمنا شوية على التابس و تريكس الحاجات اللي بتقابلوا مثلا لو جالوا بروجيكت فريلانس او حاجة ايه كان هو بروجيكت كبير او صغير ايه مثلا الخطوات اللي بياخدها في الموضوع البودجت اللي بيحددها بيحددها ازاي وكده وازاي بيوصل البودجت دي للكلاينت بشكل مكنع او بشكل سليم هو يفهمه ويفهم الفلوس دي متوزع ازاي فهو هيكلمنا شوية عن الموضوع ده تمام هو كل كل كلاينت بيبقى عنده كريتيريا مختلفة يعني لو هو كلاينت شخص عايز يعمل حاجة معينة انديفجولي كده سلف فندد بيبقى ليه شكل معين لو كوربريت كبيرة بيبقى ليه شكل معين لو واحد صاحبك بيبقى ليه شكل معين لانه انت ممكن تتعر مع صاحبك بفياش مشكلة بس ما ضعو بيبقى مختلف شوية في ازاي الحاجات بتيمشى زي ما انت انا بشتغل معاك وبتاع وعملت له الويب سايد او هبدأ هكون تركنا بلا بسانا يعني هيخلص ان شاء الله قريب نعم طيب يعني بيبقى فيه كزا كزا طريق انك تمشي بها الكوست عموما فيه انك تجيت بايد أورلي فيه انه هو فيه فكسد ريت فيه انه هو انت ممكن لو البروجيكت كبير شوية وده انا بفضله اغلى بالوقت انك تشتغل بسالري بيزد فالله مثلا لو البروجيكت ده هياخد ثلاث شهور ممكن احط لنفسي سالري منثلي واشتغل مع الراجل ده ده بيبقى مفيد اكتر للراجل اكتر الكلينت مش مش ليك انك قادر تزبط وقتك يعني لانه هو بيبقى شارف انه يقدر يعمل اي حاجة في الشهر ده وانت تقدر تعمل اي حاجة في الشهر ده بس ماي اون فاوريت يعني الفيكسد ريت ان الفيكسد ريت حاجة انا اللي عملها وعارف ان انا عايز الرقم ده وعايز اغطب الستروكشر ده ميني بحسبها يعني مش زي الفول تايم جوب قوي لانه كل حاجة ببقى فيها افورت مختلف بقى فيها تايم مختلف بس ان كيس انه انا اللي هشيل البروجيكت كله الوحدي مش هيبقى فيه دزاينرز معايا بشتغلوا ولا ديفاليبرز ولا اي حاجة بقى سامنه الموضوع كده بتاخد كاميوم وفلوس قدي يو اي كاميوم وفلوس قدي الديليفري كاميوم وفلوس قدي وبحط له كده انه فيه اورلي ريت لو انت حبيت اعمل ادتس بعد الحاجات اللي احنا فليديت ده عليها وسلمناها كلها بساعتها بنروح لأورلي ريت عشان خلاص كل حاجة خلصت ما يفعش اقول له رقم كبير على الادتس اللي هو عايزها يعني هو الموضوع مش هيبه لطيف قوي فهو عايز ادتس تخلص بساعتين ثلاثة بحط اورلي ريت وخلاص مفيش مشكلة بس ببقى فيه ساعات يعني لو الكلاينت اول مرة تتعامل معاه ممكن انك تساكريفاي شوية او تقدم له جزء ادي لايت كده يتبسط بيه يحسسك او يحسسه انه فيه امبثي بينك وبينه ده مهم جدا في البداية عموما خصوصا مع الناس اللي بتعمل لانه انت متخيل لازم تحط نفسك مجانا الراجل ده الراجل ممكن جمع فلوس في فترة معينة في كل الفلوس اللي معاه عايز احطها في فكرة معينة ومؤمن بيها لأقصى درجة فانت لازم تأمبثيز معاه تؤمن بفكرته لو مش مؤمن بفكرته وله له صريحة ان انا مش شايف ان ده كويس وقول له واحدين ثلاثة يكون احسن او هتعملها بس مش هتبقى بينك وبينه قوية او انت بتعمل حاجة وخلاص ده لطيف جدا او مهم جدا انك تأمبثيز معاه في البداية وتحاول تؤمن بفكرته او تسجست عليه حاجات تانية يعني انا مع الكلائنس بتوعي الريليشن بتبقى قوية شوية لانه انا بخش في كذا حاجة مش بس الديزاين يعني انا بمسك المانجمينت بتاعت البرودكت كله لو فيه لوجيستيكس مثلا بسجست ليه ناس بقوله دانيا بتمشي ازاي عندي لو فيه بايمنت نفس الكلام لو فيه اوبراشنز معينة في حاجة انا عارفها بديله النصيحة بتاعتي وبعرفه على الناس وبععده مع الناس والحاجات دي كلها دي كلها فاليو انت بتخدش قدامها فلوس يعني مش تقوله انا عرفك على داوة مش عارف ميت دولار بس بتقويل الريشن بينكو عموما فاخطائك اللي انت هتخطئها واللي هو مية في المية كل الناس بتخطئ في حاجات معينة ازا كان تأخير ازا كان ميساندرستاندين ازا كان بتعدي شوية لانه انت بينك وبينه ريليشن اكبر من البرودكت وفعلا جوز الامبثي يمكن اهم حاجة لانه زي ما اوتلك الراجل اللي جمع فلوس دي كل الفلوس اللي معايا عايز يعمل فكرة مؤمن بيها جدا مش شايفني اضغير حياته لازم يحس ان انت كمان فاهم الحاجات دي كلها فلازم توصالوا انك فاهم اهمية اللي هو بيعملوا ليه غير كده بقى الفاينانشلز يعني كل واحد ولي رايح يعني انا مش شايف انه المفروض اقول انه ما نفعش نقل عن كزا ما نفعش نزيل عن كزا يعني كزا حد في كزا وقت قال لي انه ما ينفعش تعدي حاجة معينة ينفعش تعدي رقم معين بس it doesn't make sense خالص اللي هو انت بتقدم service معينة في مقابل معين لو انت اذا كلاينت عايز تدفع المقابل ده عشان تاخد service it's fine لو مش عايز براحتك جامل جدا فانت يعني بتبتدي الاول تاخد منه ال data اللي انت محتاجها او اللي هو محتاج يعمله مثلا ال section زي كان في ال website او ال application وبتبتدي تبني عليه ال quotation بتاعك وبتأتي في ال cost في الاخر بزبوط طيب بيعدي عليك طبعا حالات انه هو ممكن يوافق على طول ممكن ينجوشيات معك شوية طب هو كتير انا ات عملته محدة قبل كده بسعره عقل يعني فانت بتحاول يعني بتتصرف ازاي في المواقف دي عشان تحاول تقنائه اللي انت تستحق الرقم ده والشغل بتاعك هو ده سعره عشان يطلع بالكوالات اللي يستهلها طيب هو في العموم لو هابي نجوشيات عشان هو معهش فلوس عشان هو عايزي قد البجت عشان هيصرف حاجات تانية انا ما بقاش عندي مشكلة خالص في الموضوع ده بس انس الموضوع يعني هو مش بيقولها لي او ممكن يقولها لي بس انا بس انست يعني مش مشكلة فسعيتها بنجوشيات في نطاق المعقول يعني اكيد مش هنزل اكتر من 20% مثلا من ال cost اللي انا طالبها انما لو قال لي جملة فيه ناس ارخص ارخص دي بتاند الديل بالنسبة لي يعني مش مهمة ديل اطلاقا لانه احنا دلوقتي في 2019 داخلين 2020 انترنت عند كل الناس انت كان عندك تقريبا في 250 الف product designer موجود في العالم ممكن تختار اي حد منهم بس انت جيت لي فلو شايف ان انا غيلي او رخيص او مش كويس او مش عارف ايه ممكن تشوف حتى 250 الف فانت كان ضاعت وقتي اكشل ان انا عملت قاعدت معاين كودا كله باين تقول لي انت لا ممكن اروح لحده ارخص فخلاص انترنت فيش نقاش فخلاص بقى يعني مش 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 هني جشيت في الحتة دي طيب جميل طيب ممكن تقول لنا كلمة اخيرة للناس اللي حابين يتعلموا ب product design او هم شغلين بقالهم شوية شوية tips و tricks اللي هم مثلا نذكروا منين او يصيرشوا ازاي في كتب معاينة اروحة كلام ده كله طيب هو عموما بيوجهني ناس كتير اللي بيسألني عايز اتعلم او ببدأ او بادئ بس مش فهم حاجة انه بيجد استراغتت جدا ان فيه مصلاحات كتير مش مفهومة فيه steps كتير كده بتطلع كل يوم فانا ما تشتتش نفسك اطلاق انت بتعمل product فيه حاجة اسمها ux فيه حاجة اسمها ui شوف بيحصل ازاي اعمل examples مع نفسك فيش حاجة مخيفة خد فكرة كده لعب بيها وعمل بيها product صغير ورفعه والناس هتجتمك تقولك ايه الزفت اللي انت عامله ده مفيش اي مشكلة اعمله تاني لانه في الاول وفي الاخر يعني انت احسن اليوم مرة من اللي بيكومنت عليك لانه انت عملت الحاجة دي وعمل بيكومنت الحاجة دي في خمس سواني فما تشتتش اطلاقا اه فيه انا مش حايز اقول resources يعني انا resources سهلة جدا مفيش اي حاجة بس الحاجة ال valuable اللي بنصح بيها لو حد عايز يجو academic ممكن يشوف interaction design foundation فيه كورسز محترمة جدا في ال techniques بتاعت ال ux و في ui عموما فده رطيف جدا انا للغاية دلوقتي بذاكر حاجات كتير من علي عميل جدا طيب نتمنى الحلقة تكون مفيدة لكم واللي عنده اي سؤال اه ممكن يسألنا في comment او يبعتلينا على ال inbox وبرضو احنا هنعمل mention الفكري بحس انت لو عايز تسأله بشكل personal ممكن تخش تسأله وهنحط اللينك بتاع ال portfolio بتاعه عشان تشوفوا الشغل بتاعه وممكن تسمعونا على youtube soundcloud spotify انغامي وفيه طبعا منصات تانية فشكرا جدا يا محمد الفكري اللي انت كنت معانا النهارة ومع السلامة ممش سلام سلام ممش 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى